اشتركوا في القناة والشمسية واللي هما عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحر وقرانوس ونبتون وبلوتو هنتكلم بقى عن الحكاية الحكاية كانت بتقول ان التأكد كواكب اللي هما عطارد والزهرة والأرض كانوا أصدقاء بيتدرب بيهم المثل في الصداقة في مجرى ضرب التبانة بس كان فيه شتان موجوده هو بيسعى للإفساد بين الكواكب والأصدقاء واللأسف نجح في سعيه وده حصل لأنه هو حب بالغرور لكوكب الأرض وخلاه ياخد أمر لوحده من غير كوكبين عطارد والزهرة وعادي ينادي بينهم ويقول أنا الوحيد منكم اللي معايا أمر أنا أكتركم جاذبية وكانت نتيجة كل اللي حصل ده الافتراء بين الأصدقاء وزي ما بتشوف دلوقتي الشتان بيسعى للإفساد بين الناس زي ما أفسد ما بين الكواكب الأصدقاء بس الكوكب الوحيد اللي تلعى الكوكب وفي هو كوكب الزهرة لأنه هو لسه محفظ على صداقته مع كوكب الأرض وده بيحصل لأنه هو بيزوره أحيانا بعد غروب الشمس نتكلم بقى عن الشمس الشمس دي يعني نجمع المركزي للفضاء كله أو الكون كله وهي أحيانا بتطلق أشعة بعدة أشكال زي الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية نتكلم بقى عن الكواكب وهم متقسمين لجزئين وقبل ما نقول كده احنا عايزين نقول أنه هم 8 كواكب من غير كوكب بلوتو لأنه فيه اختلاف هل هو كوكب ولا هو كوكب كزم؟ فيه ناس كانت بتعتبروا الكوكب التاسع قبل ما عيدوا تصنيفه على أنه هو كوكب كزم لأنه هو صغير جدا والكواكب بقى متقسمة لجزئين أول جزء هو جزء الكواكب الداخلية واللي هم عطارد والزهرة والأرض والمريخ والجزء الثاني هو جزء الكواكب الخارجية واللي هم المستري وزحل وارانوس ونبتون وبلوتو نتكلم بقى عن الكواكب هم بقى متقسمين ولكن بالترتيب هم متقسمين بترتيب يعني عطارد موجود هو عطارد ده أظهر الكواكب للنظام الشمسي وكمان هو قارب الكواكب للشمس نتكلم عن الزهرة الزهرة ده هو برضو قارب الكواكب للشمس لكن بعد عطارد وأجمل كواكب المجموعة الشمسية وكمان احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة جميلة اسمها الأرض الكواكب اللحمة بنعيش عليه وهو جميل جدا لأنه هو قبنا اختر عشان نعيش عليه حياتنا في الدنيا هو الوحيد المعروف في الكون تعالوا بقى يا أصحابي نتكلم عن المريخ وهو رابع كواكب بعضا عن الشمس وهو جار الأرض ويشتهر بكون الكواكب الحي الآخر وكمان بيملك المريخ أمارين واحد اسمه بوبوس وتاني اسمه ديموس والكوكب الخامس معنا هو كوكب المشتري كوكب المشتري هو أضخم وأكبر كواكب النظام الشمسي وهو عملاق غازي تعالوا بقى نتكلم عن كوكب زحل كوكب زحل بيشتهر بحلقاته السابعة اللي بتدور حواليه ونتكلم عنه لانه هو عملاق غازي نروح بعد القرانوس قرانوس هو عملاق غازي برضه هو بارد جدا لانه هو سابع الكواكب بعضا عن الشمس وبرضه انه هو أول كوكب اكتشف في القصور الحديثة هنتكلمาน بقى عن كوكب الأخير او قبل الأخير وهو كوكب نيتون كوكب نيتون هو كوكب القيمة الأخير وهو عملاق غازي وابعد الكواكب عن الشمس على الإطلاق ما فيوش نور ولا حرارة الشمس وبعضه عنها يبلغ 30 ده في بعض الأرض آخر كوكب وهو بلوتو كانوا زمان بيعتبرون أنه هو الكوكب التاسع قبل ما يعيدوا تصنيفه على أنه هو كوكب كزم ودي المجموعة الشمسية بتاعتنا يا أصدقائي وأصلاحكم نصيحة لازم لما تكبروا تروحوا الفضاء عشان تقوموا مسقفين معلومات عن الفضاء بحبكم يا أصدقائي ويا رب تكونوا استفدتم من المعلومات النهاردة وخلصت حلقتنا وخلصت رحيتنا خارج الأرض وأتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا خارج الأرض مع بازي يا تير وبحبكم جداً وإن شاء الله وكل حلقة نجيب لكم كل جديد واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج شراب لايف باي باي